ليش أنتم على مدى عشرين سنة حكمتم وأخذتم مناصر ولدكم استحقاقات وعدكم سلادق اختراع وعدكم قاعدة جماهيرية ما زلتم تعتقدون أنكم ما زلتم مستهدفون ليش وإحنا حقيقة مستهدفون شلو ليش حقيقة مستهدفون حقيقة أي مشروعنا مستهدف المشروع الذي تبنيناه من البداية وهو المشروع الوطني الرافض للطائفية وللمحاصصة وللتفرد بالسلطة ولدكتاتورية السلطة هذا المشروع خاصة كون مشروع وطني رافض للطائفية أحزاب معينة هي عيشتها على الطائفية وصعودها للحكم يأتي عن طريق الطائفية ولذلك مشروع وطني لعنت هنا تقصد الأحزاب الشيعية الشيعية والسنية الشيعية والسنية نعم نعم يعني إحنا استهدفنا أيضا من الأحزاب السنية ليس بس من الأحزاب الشيعية إنتوا علتكم بالدار أي الإسلام السياسي حاربنا محاربة كثيرة سواء كان سنية أو شيء مجموعة تحكم وتستفيد من وجودها بالسلطة في أن تبني لنفسها ثروة مالية كبيرة نعم وتبني أحزاب من خلال هذه الثروة وقسم أيضا ذهب إلى أنه يبني قوة مسلحة تابعة إليه بحيث أصبح يعني مهدد للسلطة أحياناً وقادر على أن يأتي إلى السلطة بحكم وجود الثروة المالية الكبيرة عنده إضافة لقوة السلاحة الموجودة عنده هذا الموضوع طبعاً أضعف الدولة كدولة أضعف الحكومة كحكومة يعني لحد الآن مدى نشوفت حكومة تيجي اللي قادرة على أن تتصرف بما تراه مناسباً بما وعدت الجمهور به لأنه عندما تسلم السلطة يبدأ ضغط هذه الأحزاب التي اشتركت في تكوين هذه السلطة تبدأ بالضغط عليه للحصول على مكاسم وبالتالي هو بضطر أن يرضخ لهذا الحزب أو ذاك على حساب مصلحة المجتمع على حساب حساب البلد دخولكم إليها نعم ضرورة أم اضطرار لا والله يعني هو ضرورة ضرورة ايه احنا يعني بالبداية كان يعني ضرورة تردون تشفون الشر لا ضرورة لتخفيف الضرر لتخفيف الضرر ضرورة لتخفيف الضرر لأنه نحن نعرف أننا يعني سوف لن نستطيع أن نسيطر على السلطة وندير البلد مثل ما نشاء ولكن نعتقد أن بوجودنا بالسلطة قد نستطيع أن نخفف بعض الضرر الذي يأتي من هذه السلطة على المواطن وعلى البلد ترجمة نانسي قنقر